اشتركوا في القناة واضفت المصادر ان فصائل منعومة من ايران في سوريا انسلت الاسلحة الى خلية تابعة لايران في الاردن وبيلت المصادر انه تم الاستلاع على مخبأ الاسلحة عند القاء القمض على اعضاء الخلية واشرت المصادر الى ان الاجهزة الامنية احبطت في الاشهر الاخيرة محاولات عديدة من قبل ايران والجماعات التابعة لها لتهريب الاسلحة ونفتت المصادر الى ان الاسلحتها تحوي الغامن ومتفجرات وبنادق كلاشينكوف وصواريخ كاتيوشا كما انها اكدت على ان محاولات ادخال الاسلحة الايرانية الى الاردن يهدف الى زعزعة استقرار المملكة التي يمكن ان تتحول نقطة اشتعال اقليمية وسط حرب غزة فيما اعلنت وسائل اعلام الاردنية عن مقتل جندي باشتباك مع مغربين عند الحدود السورية اذا يتجدد الحديث حول ضربة ايرانية كادت ان تستهدف الاردن ولكن الاجهزة الامنية استطاعت ان تتصدى لها وتحبطها مشاهدين الكرام ارحب بضيفي هنا في السورية بدكتور عاطف نموسى المفكر الاسلامية دكتور عاطف مرحبا بكم مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحقيقة قبل الحديث عن العلاقات التاريخية من ايران والاردن او تاريخ العلاقة الصح القول بين ايران والاردن تحدث عن هذه الحادثة التي وقعت في شهر اذار الماضي واليوم يتم الكشف عنها ببعض من التفصيل كيف قرأت في البداية هذه الحادثة الحادثة لم تكن مستغربة ابدا يعني بعد الضربة التي مني بها الايرانيون في السفارة الايرانية في سوريا ومقتل جنرالين وبعض بعض الضباط زعمت ايران انها كانت ضربة قاسمة وضربة قوية وان هؤلاء المخططون العسكريون يعني تآمرت عليهم حتى تآمرت عليهم حتى سوريا نفسها بدأوا يشككون في عمل السوريين تجاه ايران إلا ان الاردن حقيقة هو مستهدف منذ فترة طويلة حاولت ايران عدة مرات يعني ان تتغلل من الاردنيين لكن كان الاردنية لها لهم بالمرصد طبعا اردنا ان اتكلم عن الاسباب السريعة لسبب هذه العملية او سبب ادخال هذا السلاح بعد ان اصفت السفارة الايرانية في دمشق من ضمن الردود التي كانت مقترحة يعني اثارة الشعب الاردني او وعلى الاقل خلخلت هذا الشيء حقيقة ما استطيع ان اربطها هنا بحدثين هامين جدا الحدث الاول في ثمانية اكتوبر اليوم الثاني لطفان الاقصى تحرك الحشد العراقي من القنيترة التي كان من المفروض حسب ما تكلموا بالتصريح الاول يوم سبعة اكتوبر انه سيكون داعما لغزة وان يكون هناك هجوم من بعض الدول العربية المتواجدة فيها الاذرع الايرانية وذكرت سوريا فبدل ان تتحرك نحو اسرائيل فانسحبت هذه القوات وحشدت على طريبيل طريبيل هو الحد الاردني العراقي لماذا كلا استفهاما غير مدروس غير معروف البعض يقول انتم تشككون انتم 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 الى اخرين بعد الضربة اعلنت ايران انها سوف تقوم بالرد وقبل ان تطلق اه فراشاتها الجميلة التي زينت السماء اه بالرد اعتقد في اربطعش شهر كان الرد على اربطعش اربعة او الرد ارسلت هذه الفراشات فمن ضمن من تصدى للصواريخ التي عبرت اراضيه يحق لكل دولة ان تدافع عن اراضيها وان تحمي سماءها فالاردن تصدت لبعض للصواريخ التي مرت من فوق الاراضي الاردنية وتصدت واسقطت بعض الطائرات بدون طيار التي اساست لم تصل وهم يعلمون تماما انها لم تصل وهم ارسلوا احداثياتها والساعة التي انطلقت فيها ومساراتها كل هذه الامور لكن لم يتكلموا كلمة لا عن بريطانيا التي تصدت ولا عن امريكا التي تصدت ولا عن اي بلد اخر تصدى الا عن الاردنيون تقصد الاردنيين ايران نعم فارادوا ان يرسلوا رسالة اننا سوف يعني يعني ببعضنا سنعاقب الاردن على هذه الفعلة على التصدي على التصدي لمسيراتهم ايران التي كانت من المفترض متوجهة الى اراضي المحتلة هذا المفترض ترجمة نانسي قنقر